التعلق المرضي عند الأطفال دي حالة نفسية وسلوكية موجودة عند بعض الأبناء وللأسف الشديد كتير من الأمهات والأباء ما بياخدوش بالهم من الحالة دي حالة التعلق المرضي دي عبارة عن أن الطفل بيكون مرتبط جداً بولده ووالدته ما بيعرفش يعمل أي حاجة يتصرف أو يعمل أي تصرف أو سلوك من غير ما يرجع للأب والأم عشان يساعده لازم دايماً يكون الأب معه ابنه مع بنته والأم كمان ما بيعرفش ينام لوحده منطوي بش عايز يبني حتى صدقات يتواصل اجتماعياً لو راح لأي مكان دايماً بيحب يكون قاعد جنب الأب والأم بشكل نقدر نقول عليه مرضي أو تعلق مرضي يا منه هل اللي احنا بنقوله ده هو فعلاً التعلق المرضي ولا ده ممكن يكون شخص اعتمادي على أبوه وأمه أكتر ولا ده ممكن يكون شخص بناءه النفسي قد يكون أضعف شوية من ما احنا متخيلين محتاج بس ياخد دعم كده دعامة كده تزقه كده لقدام وياخد جرعة ثقة بنفسه أزيد فيقدر يواجه الناس ممكن يكون حب زيادة ممكن يكون تعرض لصدمة وبيحس بالمان أكتر لما بيقى موجود مع أمه ممكن تكون بيجي ناحية الحنية والدلع أكتر وأكتر احنا بقى مش هنقول الدكتورة النهاردة اللي بنورانا ومشرفانا هي اللي حتتكلم معانا في القصة دي الدكتورة خليلة الجزار الطبيبة النفسية والمعالجة السلوكية هي اللي حتقول تصنفاتنا دي حقيقية ولا احنا بنقول ولا بنكبر المواضيع يا دكتورة بنورانا أهلا وسهلا بيجي المفهوم العلمي والنفسي للتعلق المرضي عند الأطفال ده حاجة من اللي احنا قلناها أنا ومحمد ولا كبرني الموضوع لا خوص ما نكبرتوش الموضوع بس يعني يمكن ده النوع معين من أنواع التعلق المرضي اللي موجودة لأنه فيه ثلاث أنواع مختلفة بس عيني بتدي بأنه هو يعني ايه تعلق أساسا هو التعلق كمبدأ هو أنه كلنا أول ما بنتولد أي مولود أنا فكرة مش بس البني أدمين يعني حتى أي من الحيوانات الساديات يعني أي مولود بيبقى لما بيتولد بيبقى ضعيف جدا وبالتالي بيبقى محتاج أن هو يتعلق بحاجة بآخر عشان يعرف ينجو في هذه الحياة عشان يعرف يسيرفايف في هذه الحياة وبالتالي هو التعلق كمبدأ هو حاجة كويسة فيه تعلق صحي هو ده اللي احنا بنحتاجه عشان نعرف ننجو في هذه الحياة ولكن هذا النوع من التعلق الصحي بيبتدي أولا من الأهل لأنه لو الأهل نفسهم أساسا نعل التعلق بتاعهم مردي بسبب تربيتهم بسبب وتفر فهم أساسا عندهم مشاكل في علاقتهم هما شخصيا كأب وأم عموما فبالتالي ده حيضي طلع برضو في علاقتهم بأولادهم فالتعلق المردي يبتدي منه الأهل أساسا عندهم طريق التعلق صحية ولا لأ وبعدين نرجع بقى أنه هيعرفوا يعلموا ده للأولاد أو يوصلوا بمعنى بكتورة خليلة يبدأ من عند الأهل يعني حبهم أو تدللهم لأطفالهم بيكون زيادة فبالتالي السبب والمشكلة في التعلق المرضي بتبدأ من الأب والأم أولا؟ ممكن يعني هتبدأ من الأب والأم وبعدين هتبتدي تبقى بتزيد لأنه هو الطفل بيتعلق عشان خاطر ياخد أو تلبي احتياجاته هو بيتعلق بالآخر عشان يلبي احتياجاته العاطفية واحتياجاته المادية عشان يعرف ينجو وبالتالي هو لو لقى أن الشخص اللي أنا بتعلق به عنده مشكلة في الطريقة التعلق دي يعني هو الشخص اللي أنا بحتاج من الآخر اللي أنا بتعلق منه أو اللي بيقدم لي المقدم الرعاية الكيرجيفر بتاعي يعني أنه هو يبقى بيلبي احتياجاتي مثلا إنه لما عيط يجيلي لما أحتاج أكل يأكلني عشان أعرف أصير رائعي دي يقولي حاجات منطقية المفروض إن أنا معيط وأنا ما بعرفش أتكلم هعبر إزاي مش حكتب مثلا فلازم أعمل أي شيء يقول للأدامي سعيدني وعشان كده حتى هما بيقولوا إنه الطفل بيبتدي تعلقه الصحي بأنه هو يحس إنه هو أساسا مرحب به كطفل زي ما هو ففي ناس كتير للأسف ممكن تبقى في العداد بتاعتنا أو في الكلش بتاعتنا إنه هو مثلا لو الطفل جي بنت مش ولد يبقى هو مش مبسوط فالطفل مش مرحب به لو الطفل جي عنده مشكلة صحية يبقى الأهل مش مرحبين به يعني في قصة لطيفة قوي في الموضوع ده إنه في عالم الحيوان يعني الفيل اللي بتولد الفيل اللي ما بتيجي تولد كل الفيلة اللي في القبيلة بتاعتهم بيقفوا حواليها الستات بحيث أن الطفل أول ما يتولد ويقع على الأرض كل الستات دي بتخبطوا بزلومتها عشان ترحب به أنت مرحب بيك زي ما أنت فدي من الحاجات من القصص اللي كانت لطيفة الحاجة التانية إنه الطفل محتاجي فشايف إنه من حقه يعبر عن مشاعره ومقدم الرعاية تاو أو الأم أو كده قبله بكل المشاعر دي أنا هنا وقفة أسمع أنا بقى التعبير عن المشاعر دي أبتدي أقلع هندخل فقا في تربية إيجابية وأعبر عن نفسك ونفضل نسمع كلام ونفضل نتحكم إحنا في نفسنا وهم المولاد دي يبضلوا ينفجروا فيه هدخلي في القريدة هدخلي هدخلي فس هي الفكرة إنه التعبير عن المشاعر الطفل محتاجي يبقى عارق هو الطفل دي لسه بيكتشف أساسا يعني مشاعر فهو لو أنا برفض أي مشاعر هو بيطلعها المشاعر الغضب مشاعر الحزن أي مشاعر هو بيطلعها لو أنا رفضتها هيبقى الطفل شايف إنه دي حاجة غلط وهي ليها لازمة فهو لو شاف إنها هي غلط بيقرر يكتمها عشان هو محتاجك عشان يعيش ومحتاجك عشان يسيرفايف فلو أنت رفضت ده يبقى أنا مش عارف إذا أنت ممكن تتخلي عني فأنا أبقى مش موجود فلا خلاص مش لازم نحس ده فده بيؤدي إلى نوع من أنواع التعلق المرض طيب في النقطة دي دكتورة خليلة إمتى التعلق الصحي الإيجابي زي ما حدتك قلت يتحول إلى تعلق مرض إيه السلوكيات في بعض الأحيان من غير ما ناخد بنا بنمارسها كأباء وأمهات بتخلي هذا التعلق اللي هو الصحي الطبيعي المعتاد يتحول إلى نوع من المرض يبقى تعلق مرضي ويبقى فيه مشكلة نفسية يعني عايز أقولك إنه في حاجة زي مثل شهير كده في أفريقيا عشان هم بيبقوا في قوائل بيقولك إنه تيكسا فيلج توريزا تشايل يعني حنا بنحتاج قرية عشان ربي طفل كويس ليه لأنه دلوقتي أنا بيبقى في أفريقيا وفي مصر كمال علشان واحد بس يتربى بياخد مننا مجهود فوق الخيال والله فهو الفكرة إنه ليه بيقولك كده لأنه دلوقتي بقى فيه مشكلة كبيرة أوي في شكل العائلات مثلا إنه الطفل ده عشان نلبي احتياجاتهم فيش غير الأم هي اللي بتلبي احتياجات هذا الطفل بقت العائلات صغيرة ما بقاش في عندنا العائلات الممتدة بتاعت الجد والجدة والخال والخالة والعم والعمة وكل ده بيربوا مع بعض فالطفل بيلبى احتياجاته من ناس كتيرة وبالتالي هو ما بيحسش بالحرمان ده فمن الحاجات الممكن توصلنا للتعلق المرضي إنه مثلا إنه بقى فيه دلوقتي ولادات كتيرة مثلا قيصرية ودي لوحدها بتكسر مشكلة بتكسر حتة من البوند أو الترابط اللي بيحصل ما بين الطفل وما بين الأم في الولادة دي في نوع هذا النوع الولادة الطبيعية إن الأم بترتبط ببداية العلاقة بينهم بتبدأ من هنا فلما بيبقى الطفل مثلا بيعيط لو هو الأم بترد عليه على طول أو يعني الأم بتبقى موجودة لما هو يعيط ولما بيحتاجها وكل ده ده بيوصلوا إنه الأم دي حاجة مستمرة حاجة سبتة حاجة بتطمني حاجة موجودة عشاني لما الطفل بيعيط وما بيبقاش ما بيلباش يعني الأهل ما بيروحولوش ما بيسألوش فيه سبوية فلق زي ما احنا بنقول يعني خلاص ده بيقدي إن الطفل يبتدي عنده نوع من أنواع التعلق اسمه أنشست يعني يتعلق قلق فيه قلق قلق بالضبط فالتعلق القلق ده بيبتدي بسبب إنه الطفل حاسس إنه المقدم الرعية بتاعه ممكن يجي ساعات وممكن ما يجيش ساعات فأنا مش قادر أتطمني له مش ده لتربني عليه ما تشليش كتير عشان ما يفضلش يزن كتير لو عيط طب طبي وهو بوجود في القط بتاعه من غير ما يتشال علشان ما يفضلش بتشال بقى طول العمر وده فرق كبير قوي ما بين ده مثلاً وما بين إن الطفل شايف إنه هو لما بيعايت ساعات الأم بتيله ولما بيعايت الأم ممكن تديه للناني تديه لأي حد فهو ما ببقاش عارق هو طفل بالنسباله أنا مش عارف هلأ عيطي هتفضلي عندي ولا فلما كانوا بيعملوا الاختبار عشان يشوفوا أنواع التعلق المرضي ده لقوا إنه الطفل ده لما الأم بتسيبه بيفضل يعايت ولما الأم بتدخل ما بيسكتش لحد ما هي تيجي ولما الأم بتدخل بيفضل ماسك فيها مش عايز يسيبها وما بيهداش خالص فعكس التعلق الصحي الطفل لما أم بتسيبه هيعايت شوية وبعدين هيبتدي ينشغل لما الأم ترجع حيروح عليها عشان هم تطمن إن هي هترجع طيب دكتورة يعني لو كبرنا شوية بالسن بعد الطفولة وبدأت بعض الممارسات خلاصها لقيت ابني أو بنتي متعودين دايما ما يذكروش إلا لازم أنا أذكر لهم الأكل أنا أجيب لهم الأكل بأجنبهم فكرة اللي هو إنه الطفل يتحول فيما بعد إلى شخصية اعتمادية أكتر للأب والأم لو ده مشكلة موجودة في أي بيت من البيوت أو الناس اللي بتفرجوا علينا دلوقتي نحلها إزاي لما أكتشف إنه ابني ببيعرفش يعمل ببساطة يعني ببيعرفش يعمل حاجة إلا لما يرجع لبابا ومامته يسألهم يتحرك يروح في أي مكان يقعد بس جنبهم لما ألاحظ هذا السلوك على ابني أو بنتي أتصرف إزاي نفسي هل تعني انتفق إنه هو ما طلعش كده فجأة يعني هما دايما حتى بيقولوا برا إنه يعرف الوات مش الحاو يعني إنه لو إنت عندك بزرة سرعتها في الطين والبزرة ما طلعتش مش هتبقى بتفكر إنه مشكلة في البزرة يعني بتفكر إنه يمكن التربة فيها مشكلة يمكن الجو فيها مشكلة يعني ففكر الأول في البيئة اللي الطفل ده طلع منها فبقى هذا الطفل لأنه هو دا اللي محتاج إنه أنت تصلحه فالطفل غالبا لو لقى إن الأهل دول مش هابوا موجودين غير لو أنا مع عطلان فحيفضل عطلان عشان هو عايزك موجود أو الزبط في حين إنه أنا لو وصلت له إنه موجود كده كده يبقى أنا الصحة دكتور إنه أنا ما وصلش ليه إنه أنا على طول معاه أنا على طول معاه مش موجود بس لما يعطل لأنه لما ببقى موجود بس يعني هو شايف إنه أمامته لو هو ما عطلش هي هتبقى مشغولة عنه هتبقى في الموبايل هتخقها هتبقى مش عارف تعمل إيه هتسيبه فهي مش موجودة في كل حالاته وهي موجودة بس في الحالة اللي هي بيبقى فيها هو محسسها إنه هو مش هادر يبقى بيعيش من غيرها فتقوم ده يزود الشكل ده من التعلق المرضي لكن اللي إحنا محتاجينه إنه قعد ذاكر أنا موجودة كده كده أنا عادة جنبك أهو قعد ذاكر أنا موجودة جنبك قعد يلعب وممكن يروح ألعب معاه ما بقيناش بنلعب مع أطفالنا دلوقتي رو أطفالنا بيلعبوا على نفسهم وإحنا عادينا على الموبايل فما بقاش فيه وقت بنقضيك عيلة نبند فيه نحصل بنا هذه العلاقة فالطفل بقى بشايف إنه أنا لو مش عطلان في مذاكرتي ماما مش تبقى عنا معاه تعيني عليك يا ماما للمفروض تبقى موجودة في المذاكرة وتبقى موجودة في اللعب وتبقى موجودة في كل حاجة تعيني يا ماما وأحب أقولك أنه يعني هم لقوا أنه للأسف زمائن كنا نهتم قوي باللعب يعني كنا نهتم بأننا نعب مع الأطفال وأطفال تلعب وتروح أماكن فيها لعب وكل الكلام ده وده بيساعد الطفل أنه يتبني نفسيا وعقليا فحين أنه دلوقتي الأطفال بقيننا بننكز قوي على الجزء الكوجنيتف العقلي خلاص المعرفي يعني فالأطفال بقت متأخرة أكتر ليه لأنه الألعاب بتعلم والألعاب بتخليك تبقى عارف بتخليك تتعلم بإزاي تعرف تتعامل مع المواقف المختلفة وإزاي تعرف تتعامل مع البني أدمين المختلفين فساعدت الأطفال تبقى محتاجين أنه بس نلعب معهم تبقى بتلعب بشكل منتظم مع عيالك تبقى بتشاركهم حاجات هم بيحبوها تبقى فيه وقت معين بنقضي مع بعض كعيلة مش من غير ما نبقى فيه تلفزيون ولا فيه موبايلات ولا فيه كل الكلام ده نحن عادي مع بعض هنتخانق لو ده حصل الولاد بيبقى عندهم دايماً أرأهم بتبقى مهما حاولت تكوني أو مهما حاولت تكوني بتأخذي وتدي تفوتي حاجة وتقفي عند حاجة ممكن تكون خطر على صحتهم أو تؤدي لوجود مشاكل عليهم ما بيختنعوش قبل الكلواتي دي حاجة رايز تلات حاجات تانية اللي انتي بتقوليه ده نوع تعلق اسمه تعلق غير منتظم يعني ايه يعني الطفل وهو صغير كان تلبية احتياجاته من المقدم رعاية ليه كانت عنيفة يعني كان لما بيعيط بيتقابل بعنف جداً ودر غضب أو عصبية أو شتيمة أو ضرب يعني فغالباً الأطفال دي لما بتكبر بيبقى برضو رد فعلها لمشاعرها هي شخصياً غلط يعني هو مش عارف يعبر عن مشاعره طريقة صحية هو مش عارف يتعامل مع المشاعر دي طريقة صحية فبيتعامل بالطريقة اللي هو شاف بيها الناس بتتعامل جميل طيب في حالات التعلق المرضي أعالجه ازاي يعني متخصصة في السلوكيات الطفل أنا كأب وأم شفت ابني دايماً بيتعلق بي ايه بقى الخطوات اللي أعملها عشان أعدل من هذا السلوك طيب تعني اتفق أنه يعني بداية الحل أنك تعرف أن فيه مشكلة تمام يعني بداية الحل أنه الأهل أنه السيكل دي مش هتوقف من الأهل للأبناء للأهل يدفع اعتراف اللي فيه مشكلة بالضبط فهي لازم حد يقطعها ويقول لأ أنا عندي مشكلة في علاقتي بعيالي أو في علاقاتي أنا شخصياً فأنا محتاجة أروح لحد متخصص يساعدني أعرف إزاي أتعامل مع طفلي إزاي أتعامل مع مشاعره إزاي نعبر عن مشاعرنا لأطفالنا نسمعهم لما يعبروا عن مشاعرهم إزاي أساعد الطفل يفهم اختلاف المشاعر اللي عنده دي وإيه فايدتها ولما بيحس بالغضب الغضب ده لي لازمة لما بيحس بحزن للحزن ده لي لازمة إنت لو إنت عايز حاجة وأنا رفضتها إنت هتزعل ده حاجة طبيعية جداً فلما الطفل أرفض له حاجة ويزعل ده حاجة طبيعية أنا مش محتاجة أخاف أنه أزعلين وفي نفسه ومش في نفسه مش محتاجة أن أنا أرفضه يعني بتخلى عنه أو بعيده أو بتديله أو أي حاجة من حاجات دي فالطفل يحس أن دي حاجة غلط لا هو طبيعي أن أنت تزعل لازم حاسزهم دي مشاعر دي موجودة في الحياة وحيقابلها في مواقف لما يكبر والحياة كلها مش كل حاجة بياخدها في مواقف هتعذي عليك يا ابني أو بنتي وممكن ما تحصلش على اللي أنت عايزه ده حقيق فبداية الحاجة دي إن أنا بتدي أتعامل مع مشاعري وأعرف أعلم ولادي يتعاملون مع مشاعرهم ده واحد اتنين إن أنا أبقى بقضي وقت أكتر مع ولادي فعلاقة بنا تبقى أقوى فأبقى أدري أعتمد عليها على العلاقة دي في النهاية تبقى بتطمن ولادي هم مش محتاجين طول الوقت إن هم يبقوا بيتطمنوا مش محتاجين طول الوقت إن حد يبقى بيتطمنهم من بره مش محتاجين يعملوا حاجات زيادة عشان يبقوا مقبولين في هذه العلاقة هو مقبول كده كده زي ما هو مش لازم يجيب درجات عالي عشان أبقى بحبه وأنا بحبك كده كده جيب درجات عالي هحبك أعتقد حتى في الميديا بقلنا سنين بنتكلم عن قصة قبول الأطفال زي ما هم أو قبول أي نتكلم بس مش الأطفال يعني كل الأفراد باختلاف بقى نجحتهم باختلاف شكلهم باختلاف ألوانهم باختلاف يعني بقلنا سنين بنتكلم عن قصة أنحنا بنقبل الناس زي ما هي يعني أعتقد المرحلة دي يمكن عدناها ولا لا مش زي ما أنا متخيلة حضرتك بتحكي لناس أكثر للأسف زي ما احنا دائما بنقول أنه العادات والتقاليد أقوى بكتير من التعليم يعني الطبع يغلب التطبع فكتير قوي للأسف إحنا ممكن نبقى بنحاول نعمل ده وبنرجع تاني وما بنحس أن نحنا رجعنا يعني نرجع تاني للباترن قديم وبعندين في مشكلة كبيرة أنحنا عندنا مفهوم غلطة عن أن التقبل معناه أن أنا موافق عليه أو عجبني التقبل معناه أن أنا موافق على وجوده يعني أنا موافق على أن دي الحاجة دي تحصل ده مش معناه أن هي لست قعجباني أو أنا أبقى أبروف يعني الحاجة الثالثة أنه أحب أقولك أن فيني أطفال كتير قوي نجحة جدا لأنه هي عندها تعلق مردي فهي شافت أنه بمعنى إيه الساي ناجحة عنده تعلق مردي أنه هو شاف أنه الأم لما كان هو بيبقى محتاجة هي كانت بتتخلى عنه وبتسيبه ومش بتلبي احتياجاته وهو صغير فأدرك أنه هو في الحياة دي عشان ينجو محتاج يبقى بيعتمد على نفسه تماما ما بيطلبش حاجة من حد ما بيعبرش عن مشاعره ما بيقولش هو محتاج إيه هو طول الوقت بيقى وإحنا هو يبقى بطوله يعني كل حاجة فليتر قونت بعد كده بيبقى في علاقاته مش عارف يبقى بيبقى السلوء ده صح يا دكتورة هو طبعا جميل جدا ورائع أن أنا أعلم أو ابني يكتسب فكرة أنه هو يعتمد عن نفسه في كل حاجة في الأمور حتى الشخصية أو في أمور حياتية كتير أو لما يدخل المجتمع ده الشخصية نفسيا شايفها شخصية سوية أن يعتمد الطفل على نفسه بنسبة كبيرة جدا ولا لازم فيه هامش إحساس أنه لازم يرجع لحد لازم الأب والأم يكونوا موجودين في بعض لحظات حياته هو الفكرة أن الأب والأم محتاجين يبقوا موجودين طول الوقت يعني هم مش محتاجين يبقوا موجود في بعض اللحظات هم محتاجين يبقوا موجودين طول الوقت بغض النظر هو بيعمل إيه لأنه هو في الآخر لما هم بيبقوا مش موجودين في أوقات بيبقى هو شايف أنه الأوقات اللي هو عايزهم موجودين فيها أكتر فبيعمل الحاجات اللي بتخليهم موجودين أكتر فده يقدي لنفس الحتة اللي احنا بنوحها فالطفل اللي بيعتمد على نفسه بزيادة هو طفل التعلم إن هو يكتم مشاعره أو يكتم احتياجاته وما يطلبهاش شأن ينجو في علاقاته ولكن هو نفسياً صحي لا نفسياً مصحي نفسياً إننا محتاجة ما عنديش مشكلة أبقى أتطمن أن"! إن أنا أقولك إن أنا زعلانة منك ومتطمنة أنت مش تمشي وت là بأzers هنتناقش في هذا ونحل إن أنا أقولك إن أنا محتاجة حاجة منك ونتناقش في هذا ونحل مش هتمشي وت là تلقى فهو في الآخر هو صحي ممكن يبقى صحي وممكن لا إيه اللي ممكن ديهم اللي حقيقة أن الأهالي ممكن تمشي وتسيبها يعني تسيبهم يعني طبيعي أن الناس بتنزل شغلها وطبيعي أن الناس بتروح تزور عائلتها وطبيعي أنها يبقى عندهم الأمهات والأباء يبقى عندهم مي تايم أو وقت مخصص لهم لأنهم بشر يعني إزاي الطفل يبقى فاهم ومستوعب أنه أنا راح ورجع إن شاء الله يعني شحيك راحيك يعني أنا حبيت جدا الجملة وأنا حبيت جدا الجملة أنت قطيها طبيعي الناس كلها ترجع لشغلها بس دلوقتي مثلا الأجازات بتاعت الوضع أو رعاية الطفل أو أين كانت بقى فيه أماكن كتير قوي ممكن تدي أجازات قليلة لدرجة شهرين مثلا فالطفل في الوقت ده هو محتاج الأهل يبوا موجودين والأم في الآخر بتسيبه واش ترجع لشغل فهو ده بالنسبة لي تخلي كتورة خليلة الجزار الطبيبة النفسية للأطفال بشكري شكرا جزيلا على كلامك وعلى نصايحك وإزاي نعالج فكرة الطفل اللي عنده تعلق مرضي نورتينا وشرفتينا صباحة راحة نورتينا شكرا جزيلا على كلامك